وأيضا عبر حديث على ثلاثة المواضيع اللي هي دائما متؤجل أولا الحكومة تعهدت بأنه غادي يكون إصلاح ليير يعني الضريبة على الدخل وهذه غادي يتهم جميع الموظفين والأجراء الذين يشتغلون في بلادنا وعلاش هذا الإجراء هذا لأنه الأجراء والموظفين كانوا دائما المواطنون الذين يؤدون هذه الضريبة دبال الآن عندك الفرق بين جوج دي عندك واحد يشتغل في مهل لا يؤدها الضريبة دليل يعني يؤدها ولا يؤدها وعندك واحد من تلك تقطع له من لا سورس يعني من المنبع ويؤدها باستمرار الحكومة قالت نظرا لأن هذي الناس دائما يؤدون ونظرا لأنه اليوم هناك صعوبات على المستوى القدرة الشراء أي لا غير ذلك سوف تمشي في الاتجاه دي الإصلاح ويعادة النظار حبر بعض التخفيضات اللي غادي يتمكن أنه في نهاية المطاف أن الأجور دي الموظفين ودي الأجراء أنها ترتفع بنسب طبعا سوف يتم مناقشتها مع النقابات ترجمة نانسي قنقر